بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين المجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل أوانه إلى ظهر الدور أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر يا أبان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المزنبين إليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوى المجد إلى الأبد أمين فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعيننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتبنا إلى هذه الساعة وأيضا فلنسألوا أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل لرب إلهنا أيها سيدة رب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وخفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان وأمرت الناس الأشعر وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عننا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المقدس الإكرام والعز والسجود طريق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور أمين ارحمني يا الله كعزيم رحمتك ومثل كسرت رأفاتك تمح إثمي تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني لأني أنا عارب بإثمي وخطياتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعك لكي تتبرر فيه أقوالك وتغلب إذا حكمني لأني هانذا بالأثام حب الأبي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلق تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عزامي منصحقة اصرف وجعك عن خطاياي ومحكل أثامي اخلق في يا الله وروحا مستقيم من جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني ابنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عبدني فأعلم الأثام طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أطرت الزبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالزبيحة لله روح منصحق القلب المنكسر ومطاعد على يرزله الله أنام يا رب مسارتك على صهيون ولتبن أسوار أرشالين حينئذ تصار بزبائح البر قربان المحرقات ويقربون على ماذا بحك العجول هالليلو يا موسيقى 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 أنت اللي أنا هعيش لي بتموها هسكت عن دريك لي والغالي رخص لي ده الكل ما يسويك بسوها بسكت لك حبيبي باختارك نصيبي فيك بلق الحياة باختارك أموت وتحيا فيها بيقل لكل مليها وحدة تزيد يسوها هبسك ومش هرفيك أنا قلبي تعلق بيك أنت اللي أنا هعيش ليك بتموها هسكت عن دريك ليك والغالي رخص لي ده الكل ما يسويك أسألكم أيها الأخوة أطلب إليكم يا أحبائي كل واحد مننا عايش حياته على الأرض وعارف إن حياته محددة بمدة زمنية كل واحد فينا عارف تماما إن زمن حياته معروف عند ربنا واحد أما اليوم ده هيجي إمتى محدش يعرف أكتر من مرة كتاب المقدس ينبهنا إن هذا اليوم يأتي كلص على غفلة في وسط ما الناس عيش حياتها وبترتب ليومها والبعد وترتب لسان الأدام أسألكم يا أخواتي إن كل واحد فينا ينتبه ويكون مستعد باستمرار لألا يأتي بغتة فيجدنا نيام أو غير مستعدين وأما الأزمنة والأوقات فالحاجة لكم أيها الأخوة وأن أكتب إليكم عنها لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاضر الحبلة فلا ينجون وأما أنتم أيها الأخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص جميعكم أبناء نور وأبناء نهار لسنا من ليل ولا من ظلمة فلا ننم إذا كالباقين بل نصهر ونصح لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص لأن الله لم يجعلنا للغضب بل الاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه لذلك عزوا بعضكم بعضا وابن أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا نعمة الله الآب تكون معنا أمين نرفع قلوبنا لربنا وإحنا بنصلي أن إحنا نكون فعلا في محبة مع الكل وفي سلام مع الكل فيكون لنا حياة الفرح والاستعداد الدائم طول الوقت ترجمة نانسي قنقر يا سيدي إلا قلبي ترجمة نانسي قنقر 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 لك روحي يا سبيل لك طرسا فكريك بغى القلبك احفظه مالك لمد اسمك افعل بما تشهر أنا لك وإلى التاعود هبني أن أصار لك روحي يا سبيل هبني أنت علي نسوه طلعت غرباتنا زادت أشعقنا تقل قلوبنا للا لقاء لماذا ارتقت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع أغلالهم ولنطرح عنا نيرهما الساكن في السموات يتحق بهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلمهم بغضبه وبركز يركفهم أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أفطار الأرض لترعاهم بقديب من حديد ومثل أنية الفخار تسحقهم فالآن أيها الملوك فهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض عبدوا الرب بخشية وهالليل له برعدة إلزموا الأدب لألا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع المتكلين عليه هالليلوا ياه الوصية في حقيقتها علامة من علامات حب الله المتضفق نحو الإنسان ليس فقط في تقديم الفرصة لآدم للتعبير عن مشاعر الحب نحو من أحبه أولا أو لتهيئة المجال الذي به يرتبط الإنسان بمصدر وجوده فلا يرتد إلى أصله التراب مرة أخرى لكنها تحمل أيضا في مدلولها حرية الإنسان وسيطرته على نفسه الإنسان على مثال الله من جهة حرية الإرادة وسيطرته على نفسه فعظمة الإنسان تكمن لا في مجرد سيطرته على طيور السماء وأسماك البحر وكنوز الأرض بل بالأكثر في سلطانه على نفسه ترجمة نانسي قنقر قلبا يقالي دوما يشدني إليه قلبا يحب ضعفي لا يقدر به هذا قلب كلا ربي من سوى كاليسور أريد قلبا يقول كل براحي يبدد كل خوف يطهر روحي قلبا يكون راحتي في ذله أرتاح هذا قلبك ربي من سوى كاليسور أريد قلبا حاضر يسمع صرختي يسهر على ضعفي لا يغفل عني يفك كل قيدي يحرم فكري هذا قلبك ربي من سوى كاليسور قلبك ربي من سوى كاليسور قلبك ربي من سوى كاليسور حنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا المعطي التلج كالصوف المذر التباب كالرماد ويلقي الجليد مثل الفتاة قدام وجه برده من يقوم يرسل كلمته فتذيبه تهب ريحه فتسيل المياه المخبر كلمته لعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضح لهم هالليلويا ذوكساسي وثيوسي من قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملؤتها من مجدك وكرامتك فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارل والباشير بركاته على جميعنا أمين وإذا إنسان كان بورشاليم اسم سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعم تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح قدس أنه لا رموت قبل أن يعين المسيح الرب فأقبل بالروح للهيكل ولما دخل بالطفل يا سعب والي أصنع عنه كما يجب في النموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد بصرة خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلل الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد الله دائما أبدا أمين نسجد لك أيها المسيح لأن مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتت وخلصت نرحمنا هو ذا نعتيدا نقف أمام الدين العادل مرعوبا ومرتعبا من كثر الزنوب لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينون لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض سكنة لأن الطرى في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهاضي من رقاض الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبقة إلى اللهم ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حقاضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الدين العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إغضاع الجسد متهاونة أيها المسيح لهنى لكرسي حكمك المرهوب أفزع لمكلس دينونتك أخشع ولنور شعاع لهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي متهاونت في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارع عن صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي كينين كآئي كاستوسي ونستغني أون آمين أيها العذرات طهيرة أسبي لي ظلك السرير معون على عبدك وبعد يامو أجل أفكار رضي عني ونهدي نفسي المريضة للصلاة والصهر لأنها استغرقت في صبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدت ينبو الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي موسيح 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 رجائي في كل يوم يرقى ضلع طول الطريق وبحب أبت ضمنه وتبعده لي إن زي لكنه تبحبه يا مانا وفي صديق يا رب بريك كل السجود والحمد يا رب ملما يا رب بريك كل السجود والحمد يا رب ملما يا صعب نورك تنسبي كل العيور نور حياتنا بحب قلبك الحلوب وعشان حياتك فينا كل شيء نور لننبه لنبه 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 يا رب بريك كل السجود والحمد يا رب ملما أسألكم أيها الأخوة وأطلب إليكم يمكن أقول كمان أرجوكم شجع الضعفاء شجع صغار النفوس شجع كل إنسان تلاقوه واقع أو ساقط أصبر عليه وافتكر إن ربنا صبر عليك كتير ما تبصروش على إنه إنسان وحش ما تبصروش على إنه إنسان خاطئ ما تبصروش على إنه إنسان شرير وتدور تنتقم منه ليأسهل حاجة لكن أسألكم أيها الأخوة إنك تكون حنون زي إلهك واتطول بالك على أخوك زي ما ربنا سبق وطول باله عليك ونطلب إليكم أيها الأخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بالانقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لو من عند مجيء ربنا يسوع المسيح امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعله ايضا نعمة الله الايب تكون مع جميعنا امين نرفع قلوبنا ربنا ونقول يا رب دينا حضن زي حضنك يعرف يقبل الكل ويحتوي الكل ويشجع الكل ويسند الضعفات موسيقى 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 طيب في الجراح وبحب خدني الحب نسني كل اللي راح شاشق علي فكر طيب في الجراح وبحب خدني الحب نسني كل اللي راح يا ما سألت نفسي ايه معنى الحياتي القياسي جوي نخلق علشان تعالي ويرب اللي بيقول لي انت موجود عشاني والحسن اللي بليك أبدلوا أفراح شاشق علي فكر طيب في الجراح وبحب خدني الحب نسني كل اللي راح شاشق علي فكر طيب في الجراح وبحب خدني الحب نسني كل اللي راح أسألكم أيها الإخوة أن تكونوا رسالة الله المقرؤة والمعايشة في وسط عالم عايش في حزن وفهم تكونوا بشارة مفرحة تكونوا إنجيل معاش هو الإنجيل إيه إلا رسالة فرح إزاي تكون ابن للمسيح إزاي تكون مفدي إزاي تكون واحد من أولاد ربنا اللي نجاههم وخلصهم وعايش حزين هو لسه فيه مسيحي عايش زعلان هو لسه فيه مسيحي بيزعل على أمور الدنيا اللي قال ربنا عنها مملكتي ليست من هذا العالم يمكن كبشر نحزن أو نتدايق لأمور مادية أو لأمور حياتية بتبوز مننا لكن بسرعة لازم نرفع عيننا للسماء ونفتكر نحن لنا رسالة أهم نحن نبشر برسالة الفرح اللي حملنا بيها المسيح مش ممكن أقول للناس يفرحوا بشرط الخلاص وأنا نفسي عايش حزين إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص ساعد هتين التي جهدت معي في الإنجيل مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة افرحوا في الرب كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان متح ففي هذه افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه ورأيتموه فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة نعمة الله الآن تكون مع جمعنا أمين نرفع قلوبنا لربنا نرفع قلوبنا وعيوننا للسماء ونفتكر الميراث الأبدي المعدل كل اللي خلصهم يسوع المسيح وأمنوا باسمه ومعيشوا وراه ومشوا أخدوا عربون الحياة الأبدية هنا على الأرض ونقول له يا رب يدينا ننفذ الوصية افرحوا في الرب كل حي ندبعك بكل قلوبنا وانا خافك ونطلب وجهك يا الله لا تخزينا بل اصنع معنا بحسب ديعتك وكثرة رحمتك يا رب أعنا فلتصعد صلاتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقة كباش وعجول سيمان لا تنسى العهد الذي قاطعته مع آباءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسرائيل قديسة باركوا الرب يا جميع شعوب والقبائل ولغات الألسون سبحوا ومجدوا وزدوه علوا إلى الآباد أطلوب بنا الرب عنا يا سادة الآباء الرسول وباقية التلاميذ ليحفر لنا خطيانا أسألكم أيها الأخوة أن تتعلق قلوبكم وعيونكم وخواسكم كلها بربنا تتعلموا تطلبوا من ربنا إزاي تلحوا عليه وتطلبوا منه يعلمنا الصلاة أسألكم أيها الأخوة أن يكون لسانكم مطلوب مع ربنا برجاء وبثقة يعرف إزاي يصلي كل حين وكل وقت يعرف يكون إزاي متعلق بالكلام مع ربنا وشاف أن كلامه مع ربنا سر حياته وسر صلاحه وسر نجدته وقوته فطبته يعرف أن ربنا اللي هيعيش معاه للأبد محتاج يتعلم يتكلم معاه من دلوقتي محتاج يطلع كل همه قدامه مش عشان ربنا محتاج صلاطي ربنا مش عايزيدي حاجة ب صلاطي لكن لا أن أنا محتاج لي وأنا محتاج سلامه أنا محتاج ستره أنا محتاج معونته أنا محتاج عدله أنا محتاج رحمته أنا محتاج محبته محتاجة أتكلم معاه دايما وأفتح قلبي ولساني معاه وصليله كل حين فأعيش في فرح وسلام دائما وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يميل قائلا كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمانا ولكن بعد ذلك قال في نفسه وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني وقال الرب اسمع ما يقول قاضي الظلم أفلا ينصف الله مختريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم أقول لكم إنه ينصفهم سريعا ولكن مات جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض والمجد لله دائما أمدين نرفع قلوبنا وعيوننا لربنا بالصلاة ونقوله يا رب علمنا إزاي نصلي كل حين إزاي يا رب ما نزهقش وما نملش من الكلام معاك لأن دا هيكون عملنا وشغلنا الشاغل في الأبدية اشتركوا في القناة 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 وكام وتحتر الكيام تطيب جلساتي تحمد كشفا وتنحن الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القول أمامك تدو فإسمك ما هو وأنت سيدا إلهي صخرتي حسني وقواتي وكل أباكاتي في قربك يا سم يا فرحتي بك فست بحبك وقرب قلبك وحبك يا سم تحمدك الشفا وتنحن الجبال لشخصك يا الله فأنت خالقها تسبح القول أمامك تدو فإسمك ما هو وأنت خالقها وأنت خالقها لشخصك يا رب ورحمة كري على يسون أريد المحر في شدائدنا وضيقتنا سواك حل واخفر واصفح لنا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اخفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيانا واجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكم مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا ذنوبنا كما نخفرنا وأيضا المزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واخفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر ونم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق وارسل لنا ملاك السلام يحرصنا من كل شر ومن كل ضرب ومن كل تجربة العدو بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله لغبك معه المجد والإكرام والعزة مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى ظهر الظهور أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمن الذي يحب الصدقين وارحم الخطوة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحي والدعي الكل للخلاص لجل الموعد بالخيرات منتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن سهل حياتنا ورشدنا للعمل بصياء قدس أرواحنا طاهر أكسامنا قوم أفكارنا نق نياتنا اشفي أمراتنا واغفر خطيانا نجينا من كل حزن رديء واجع قلب أحطنا بملائكتك القدسين لكي نكون بمعسكرهم محفظين ومرشدين لنصل إلى اتحادي الإيمان وإلى معرفة مجدد غير المحصوص وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد أمين أخيرا يا إلهنا الصالح استجب صلتنا واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول لك بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن ماشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيحي سعى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين بسمي الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين